اشتركوا في القناة اصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وبرهانه القويم واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا ابني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم عنوان الحلقة موعظة الاولياء اولا لقمان حكيم قيل انه نبي وقيل انه عبد صالح كان يعظ ابنه والولي او النبي او الصالح عندما يعظ ابنه مرات من باب اياك اعني واسمعي يا جار مثلا لقمان كان يعظ ولده عن الشرك كما يصرح القرآن الكريم واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا ابني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم اولا الشرك على نوعين شرك جلي وشرك خفي الشرك الجلي هو الشرك الواضح عبادة الاوثان والاصنام وغيرها اما الشرك الجلي على خمسة امور تقريبا الرياء والمراء والتعجب والتكبر والاستكبار الرياء ورد عن مولانا امير المنين سلام الله عليه كيف يدخل الرياء الى بني ادم يقول سلام الله عليه يدخل كالنملة السوداء على حجرة ملساء في ليلة ظلماء يعني انسان يصلي صلاة طبيعية لكن عندما يرى شخص من الاشخاص يحاول يحسن بها ويطول وهكذا هاي فاليوم ينقلون انه رجل كان كان يعني الجو ممطر ويصلي صلاة الطبيعية اللي هي سريعة لكن شاف خيال موجود شاف خيال واخذي طولي حسن بصلاة عندما انتهى من صلاته واذا وجده وجللكم الله حيوان حيوان موجود لذلك ينادى يوم القيامة باربع او خمس لداءات هذا الانسان المرأي يا غادر يا فاجر يا كافر اذهب وخذ عملك ممن عملت له هذا الرياء يعني بعد التعجب ايضا الانسان يعجب بعمله حتى هذا نوع من انواع الشرك الخفي والمرأة ايضا نوع من انواع الشرك الخفي الظلم الظلم يعني ايضا نوع من انواع يعني الشرك الخفي وكذلك التكبر يعني الاستكبار والتكبر هذا نوع من انواع الشرك الخفي امير المؤمنين سلام الله عليه كان يوصي ابنه الحسن الامام الحسن لا يحتاج الى وصية امام مفترض الطاعة قال ابني حسن بخصوص يعني عبد الرحمن ابن ملجم بني الله الله بأسيركم اسقوه مما تشربون اطعموه مما تأكلون هذا وصية امير المؤمنين للحسن وبالتالي وصية للامة كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اياكم والمثل ولو بالكلب العقور زيانا خلي نشوف هذه الامة ولكن هل الامة هل ان الامة امتثلت لما جاء عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم ام اهل بيته طبعا لا شوف يعني النبي يقول اني تاركن فيكم الثقلين او الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما انتمسكتم بهما لن تظلوا بعدي ابدا وقد انبأني اللطيف الخبير انهم علي فتريقا حتى يرد علي الحاوض ماذا يعني اول ظلامة هي الزهراء بعد استشهاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رواية بعد اربعين يوم ورواية اخرى خمسة وسبعين يوم ورواية اخرى تسعين يوم زيانا والامام المفترض طاعة ايضا سلب حقه يعني امير المؤمنين سلام الله عليه وهذه القضية معروفة انه لما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اداء مناسك الحج وجمع الناس كما يقول الشيخ الامين في الغدير تسعين الف او يزيدون على ذلك قال ايها الناس من اولى بالمؤمنين من انفسهم قالوا الله ورسوله اعلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي المولاه اللهم والي من ولاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وادر الحق حيث دار عليه سلام الله عليه الناس كل منهم يأتي يسلم على مولانا امير المؤمنين وقد جاء قوله تعالى الآية السابعة وستيم سورة المائدة يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين طبعا كل منهم يقول بخن بخلك يا ابن ابي طالب اصبحت وامسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنه وقد بايعوا الاول والثاني والثالث وعبد الرحمن ابن ملجب المرادي قد بايعوا مولانا امير المنين سلام الله عليه واما النساء قد تمت البيع عن طريق الماء وتمت البيع وجاء جبرائيل يحمل جزء من الآية الثالثة من سورة المائدة اليوم اكملت لكم دينكم يعني يوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام وهو يوم تنصيب مولانا امير المنين سلام الله عليه اماما وعلما وخليفة للمسلمين بعد رسول الله بلا فاصل يوم الثامن عشر ذي الحجة الحرام وتمت البيعة وكل منهم يقول بخن بخن لك يا ابن ابي طالب اصبحت وامسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة لذلك العلامة الطبطبائي في البيزان عندما يصل الى تفسير قولي تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبيط عمله وفي الاخرتي من الكافرين يقول كل الايمان هو علي بن ابي طالب سلام الله عليه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم برز الايمان كله الى الشرك كله فالايمان كله علي بن ابي طالب وقد ظلم مولانا امير المنين سلام الله باخذ الخلافة اخذ الولاية الامام المفترض الطاعة يعني امير المنين عليه السلام انشغل بتجهيز النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلس من جلس في سقيفة بني ساعدة ونصب من نصب وعطل مولانا امير المنين سلام الله عليه خمس وعشرين سنة تقريبا وهو امام مفترض الطاعة وبعدين من يطلبون من البيعة شوف المشكلة يطلبون من البيعة للأول هو امام مفترض الطاعة إن لم يا علي إن لم تبايع أضرمنا عليك الدار نارا وبالتالي اتهت القضية باستشهاد فاطمة والجنين المحسن وجاء بقبس من نار يقال له إن في الدار فاطمة يقول وإن وقد أوصد بي صلى الله عليه وآله وسلم بفاطمة وفاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله والنبي كما يعبر القرآن الكريم عنه في الآية الثالثة من سورة النجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستواه بالأفق الأعلى ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وانتهت القضية باستشهاد الزهراء سلام الله عليها بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية أربعين يوم وفي رواية أخرى يعني بعد خمس وسبعين يوم وفي رواية ثالثة أنه بيتسعين يوم وهذه الظلامات التي بدت أول ظلامة أمير ونين نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الثابتين والمناصرين لولاية محمد وآل محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الفينا نحمي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة